نحكي عن التدريب المشترك ما بين مشروع منتجون من أجل التغيير ومجتمع مشكال تدريب حوالي أكثر من ثلاثين شاب وفتاة علشان ينتجوا أفلام قصيرة محتواها يعالج قضايا مجتمعية ويعزز السلام كأداة لخطاب بديل معنا اليوم محمد خميس مؤسس هذه المبادرة الله يسعد صباحك الله يسعد صباحك نورتنا الله يخليكم شكرا نورتنا في الراستضافة نعم طب أستاذ محمد إحنا لما نحكي عن مبادرة مبادرة مشروع منتجون من أجل التغيير ومتخصصة بالأفلام القصيرة وهذا شيء نادر موجود عنا في الأردن نتخصص بأفلام فاحكيني أكثر عن هذه المبادرة شكرا المبادرة بلشت في برنامج كان البرنامج هذا شاركت فيه في العام الماضي كان لمدة أربعة شهور في واشنطن دي سي وأنا كنت من الثمانين شخص اللي اختاروهم من حول العالم جميل أنه يأخذوا التبادل الثقافي لإنتاج فيديوهات قصيرة أو كونتنت بمجمل الموضوع فبلشت فكرة المبادرة بأنه نشوف إيش فيه احتياجات موجودة للمجتمع اللي احنا عايشين فيه قضايا نعم وقضايا وبعدين نحط برنامج ممكن يساعد حل هاي القضايا تمام طيب نحكي شوي عن ما هي الفئة المستهدفة من هاي التدريبات اللي انتو يعدين عم تعملوها في المبادرة احنا في هاي المرحلة الأولى إلها أو احنا الفيس وان تبع المبادرة استهدفنا موليد 1999 من الرقم مميز عهريا هم هم النيكست جينيريشن اللي راح يطلعوا للماركت وهم الناس اللي ممكن يكونوا جاهزين للشغل أو يشتغلوا في الميدال فاحنا ركزنا على هاي الفئة يعني هم تقريبا 24 سنة 22 ل 24 سنة لانو أخذنا 99 2000 2001 و2001 إلى 2003 وحاولنا انه نعطيهم هاي القدرات انهم يطلعوا يكونوا جاهزين واخترنا منتجين مش كتاب ولا مصورين ولا اشتان شباب لا 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 فئة العمرية نعم صح 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 في رسائل يعني في رسائل اكيد بتحاول توجهها من خلال هاي الأفلام القصيرة ايش هاي الرسائل اللي دائما بتركزوا عليها احنا كثير ممكن احنا نعتقد ان احنا فاهمين كل المشاكل موجودة في المجتمع وهذا اعتقاد خاطئ صحي الاشي المهم كثير انه احنا نروح لهاي الفئة ونقولهم انتو شو بوجعكو احكونا ايش مشاكلكم بالضبط مشاكلهم همه كجنوريشن جاي جديد فاحنا دائما من اعتقد انه اوه البطالة بس في النهاية همه عندهم مشاكل احنا ما بنعرفها ولما جينا طرحنا هذا الثيم او الثماتيك اريا القالب العام لصناعة الافلام القصيرة قلنا لهم بدنا اياكم تبعدوا عن مواضيع بس كل اشي مفتوح صحي يعني حطناهم ما حطنا لهم ايش بقدروا يعملوا نعم يمكن يكونوا كثير مبدعين في كيف يطرحوا مشاكلهم حسب العادات والتقاليد لزمتوهم وحسب الدين يعني فانه لازم انتزموا بمواضيع معين نعم صحيح انا بدي اسأل هلأ بالنسبة الافلام القصيرة قاعدين هلأ عم نشوفها بالذات مع المواكبة والتطور بسرعة التكنولوجيا اللي قاعدين عم نشوفها الميديا اللي صارت فعليا هائلة جدا عم نشوف افلام قصيرة توعوية في كثير من مناحي الحياة مش بس بالاردن بالعالم اجمع كيف تأثيرها ورسائلها في المجتمع المحلي خلينا نحكيها الله بشكل عام يا سلام عليك هذا السؤال كثير حلو صراحة الناس كلها بتعتقد انه الافلام القصيرة شغلة صغيرة وخلص بس الكمية او البروسس او العملية اللي ممكن تعمل فيها فيلم قصير صحيح اكثر بكثير من اي فيتشر فيلم او فيلم طويل صحيح هلأ فيلم طويل ممكن تاخد راحتك فيه توصل الرسالة كاملة بتحط مقاطع زي ما بدك ايش ما بدك بتحشي فيه بس الفيلم القصير مركز وانت بدك تلفت انتباهه رسالة دغني بس ملخص تبع المشكلة كلها صحيح فعملية الفيلم القصير فعليا اذا نجحت الفيلم الطويل ولا عش شربت مي له صحيح فاحنا ركزنا على انه يكون عنا منتجين وقلنا لا تعالوا نورجيكم العملية كاملة كمنتجين لانه المنتج لازم يفهم في الكتاب لازم يفهم في الانتاء في البرودكشن اللي هو ما قبل الانتاج والانتاج وما بعد الانتاج مشال لما يجي حط التيم كامل عشان يطلع ببرودكت اللي هو الفيلم تبعه يكون صح وواصل للناس بطريقة صحيحة ويقدر يعمل له ماركتينج على أقل انه يقدر ينشره في أماكن يوصل رسالته فيها صحيح نعم طيب بالعادة المشاريع اللي مثل هيك أستاذ دائما لازم يكون لها يعني لو نحكي ندفت دعم كان موجود دعم منكم؟ الحمد لله احنا في هاي أول مرحلة كانت الدورة كاملة ممولة ومدعومة نعم سواء من مجتمع مشكات أو من الحكومة الكندية نعم كانوا يأخذوا حتى مصاريف المواصلات يجوا للدورة مغطاة كاملة يعني فمغطاة كاملة نعم جدا والحمد لله وصراحة هم ما كانوا يعني الشغف الموجود فيهم ما كان بس أنه لأنه حدا عامل سبونسر للإشياءات بالعكس كانوا يحبوه كانوا يجوا عن تايم ما في حد كان يتأخر كانوا يسألوا كثير أسئلة وهذا كثير حبيته خلال الدورة أنه بيسألوا عن أشياء احنا نفسنا ما فكرنا فيها نعم وكانوا شوي محظوظين أنه بير باكلي من وارنا برادرس هو واحد من المنتجين وارنا برادرس جميل اللي أنتجوا جوكر وأنتجوا هاري بوتر كان موجود في عمان وهم صح لهم ثلاث ساعات شيرينج معهم لقاء فكانوا يسألوا أسئلة هو نفسه استغرب أنه كيف ممكن شباب وشابات لسه صغار بالعمر يسألوا أسئلة هو أحيانا أخذ وقت يفكر يرد عليهم بجوز لأنه فارق العمر والفارق الحياة التطور اللي هلأ قاعدين عم نريشون حتى متطلباتها تغير طبعا صحيح هذا أشيء كثير مهم قديش بتحاولوا تركزوا على الجانب العملي أكتر من النظري لأنه نحن النظري دائما نعرف وبجوز حكينا اليوم الجانب النظري كثير مرهق للطلاب لأي شخص متعلم الشخص اللي عنده متعطش بالذات في هاي الفئة هاي الأجيال متعطشة إنها تفعل متعطش إنها تكون في الميدان إنها تطلع هذا الإبداع الإبداع بده ميداني بده عمل فتحكي لنا أكتر عن العمال الميدانية تبعتكم أشكرك على السؤال هلأ إحنا من ألف وتسعمية خلينا نقول من الألفينات من الألفينات بلش السمارتفون بإيد كل حدث صحيح وإحنا كنا صرنا مصورين ومنتجين محتوى بغض النظر سواء على مستوى في المنزل أو مستوى شوية بروفاشنال وبعدها نزل اليوتيوب والناس بلشت تعمل العملية الإنتاج هاي صحيح هلأ الجانب العملي بطل صعب زي زمان بطل في فيلم بطل في منتاج تحط الفيلم كله على الطاولة تحمضه وتقصقصه بالمسطرة وبالمقص وبعدها تركبه على بعض وبعدها تطلع فيلم صار كثير أسهل والسوفتوير سنتوفره كثير تكنولوجية وحارات هلأ اللي ناقص عنا إنه كيف أنت تحط فكرتك وتطلعها كبرودكت وأنا دائما بأمن إنه أنت كبروديوسر أو كمنتج أنت كسيئو لشركة بتروح تجيب كل التيم وتحطه بتدير العملية نفسها فهي ريادة بحد علمي إلها فلما أنت تأتي تعطي البرودكت هذا وتأتي تبيعه للناس الناس راح تكيف عليه إنه واو كيف عملته هلأ في أفلام كثير طلعت أخذت جوائز كانت مصورة بتلفونات صحيح صحيح وطلعت بكواليتي عالي جدا ففي الدورة أو شاركناهم إنه ما تحط التمويل أو منعالي بدك تصرف على الفيلم أو المنتج تبعك أول أول حساباتك ركز على شو الرسالة اللي بدك توصلها المحتوى المرمون والطريقة الإبداعية اللي بدك توصلها فيها صحيح لازم يكون عندهم إبداع صحيح ضروري طيب أستاذ هل كان فيه هناك نتاج لهذه المشاريع على أرض الواقع آه الحين كل المتدربين لهم أسبوعين اللي هي إحنا نسميها فترة البروداكشن أربع أو خمس مجموعات قدموا النصوص للأفلام اللي بدون يساوبوها والحين نراجع فيها ونعطيهم نصائح إنه هاته بزبوت هاته ما بزبوت هاده غالي هاده شيلو هاده ضيفه فهم الحين عندهم إسبوعين إن شاء الله ورح يكون عندنا بابليك سكرينينج لهذه الفيديوهات نورتنا وأهلا وسهلا شكرا لنا تواجدك ومن يحلي صار عندنا هاي النقلة النوعية في وجود الأفلام القصيرة ويكونوا أردنيين محليين هم اللي بينتجوا هذه الأشياء كل شكرا لك أستاذ محمد يعني على هاي المقابلة الرائعة إن شاء الله منها للآلة بإذن الله الله يسعدك يا رب شكرا لكم شكرا